بسم الله الرحمن الرحيم حسب القانون الجديد الذي تعمل به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أصبح من حق المواطن الدمج بين إعانة الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفره ضمن ضوابط معينة اللي كان مسبقا أنه زوجة تتقاضى إعانة حماية اجتماعية مع الزوج وأصبح لديها راتب معين لأحد المعاقين مسبقا كان يتم قطع الإعانة بالوقت الحالي القانون الجديد يسمح لهم بدمج الإعانة مع راتب المعين